بعض أنواع الظلم ما يمحيها لا وقت طويل ولا مكان بعيد ولا حتى معاملة حسنة مقابل المعاملة والتصرفات الصيئة التي تعرض لها الإنسان في الماضي والمشكلة إذا استمر الظلم على مدار الصينين كيفاش رح يكون هذا الإنسان وكيفاش رح تكون درجة التحمل تعو الحكاية على اليوم حكاية أم رضوان تزوجت صغيرة 19 سنة وكانت أول كنا في هذه الدار تحقرت بزاف لكن لما جاءوا الكنين لأخرين اكتشفت الصدمة الحقيقية والصدمة الكبيرة أنه شيخ هاميته ما زال يظلمها السلام عليكم شيرات كي راكم ديرين إن شاء الله هركم غاية ومهنين وفرحانين تم وقال عائلة تعكم كما راكم تشوفوا عاود ترجعت لكم بروتين جديد وحكاية جديدة أكيد توعاوية وفيها عبرة قبل ما نبدأ الفيديو تعنا ما تتبخلوش على اليابجر أنا أم رضوان من شرق الجزائر عمري 38 سنة متزوجة وعندي خمسة أولاد زوج ابنات وثلاثة دكورة أكبر واحد فيهم هو والدي رضوان عمره 18 سنة وأصغر بنت فيهم هي بنتي مروة عمرها 6 سنين ونعتبرها آخر العنقود تزوجت صغيرة 19 سنة تقريبا زواج تقليدي شيخي كان صديق الأب التاعي من اللي كانوا صغار وخدموا مع بعض مدة طويلة وتاني كانوا شرقا في أرض فلاحية وفاتحين حانوت تأخذ روات وفواكه أبويا العقلية تعو صعبة بزاف وقعد دار تخاف منه أم أخاوتي أخواتي وحتى عمومي وعماتي لما وصلت لتسنة 18 سنة الأب التاعي زوجني الولد صاحبه الكبير وأنا تاني كنت الكبيرة في دارنا المهم رحت كنة وأنا الكنة الوحيدة في هذيك الدار شيخي هو اللي يحكم وجاي واعر وصعيب تقريبا نفس العقلية تعبويا بلما أنا هدروع لعجوستي جاي واعر والكلمة تحامت وليش اتنين حسب روح ملكة العالم ما كانش اللي يقول هلا وزادوا سيطروا عليا أنا كيشفوني صغيرة والكنة الوحيدة في ذيك الدار وصيرتو لما تزوجت ما كنت نعرف نطيب والوك لطعام لبركوكس لمسمن وهذا المأكولات يديروها بزاف هما في دارهم كانت عجوستي تعلمني وكانت تسبني وتقول لي أمك جايحة علش ما علماتكش الطياب مين كيما هاك علش قبلت تزوجك كون خلاتك عندها وصاي ومين كنت نزعف والنوض ما نبغيش نتعلم صيرتوكي كنت نتوحم وما نحملش هاد الشي تخبر علي يا شيخي و تقول شوف بنت صاحبك اللي جبتها رحي ترد لي لهذا روما تبغيش تتعلم يجيش ياخي هاك يخوفني بعينيه ويقول لي سمعي لازم تتعلمي ولازم تسمعي لكلماته عجوستك وكاني زجع لي وحتى هوي عايرني يقول لي نور مامورة كي كبيرة كيفش ما تعرفش تديري هاد السوالح كيف ما تعرفش تفتلي وكيف ما تعرفش طيب قهوة والديم بالسس خصوصا في موسم الحساد دي ما يزقي عليها المهم كان يزقي على راجلي قدامي ومرات يضربه وانا ايهددني ويقول لي نحكي لبوك كل شي وكي ما تعرفوا الاب التاعي وواعر كي ما هو يعني ما نقدرش نروح ونقول له بويا طلقني وخرجني من عند هاد الناس رهم حقريني لا ما عندوش بنته تطلق وثاني بويا يبغي صاحبه بزيب بزيب كي ما قلت لكم عشرة عمر مستحيل يصدقني انا ويكذبوه هو هنا ما قدرتش نروح نشكيل بويا وما لقيت حتى حل سوى اني نطيعهم ونسمع الكلمة تاحهم ونصبر وصاي عجوزتي كل يوم الصباح تبكر واتنوضني معها مع الفاجر قعدت على ذاك الحال مدة عامين وهنا لقيت روحي متعلمة كل شي طياب فتيل نقوم بالضياف مبكر لكن عايشة عيشة كيل عبدا كانت تعلمني غيباش نخدمها هي وبناتها وضيافها ماشي لمصلحتي كي ما يقولوا قعدت عايشة معاهم في الظل والميزيرية تقولي بالك تديري حمير بالك تسبغي شعرك السفر حشمي من شيخك وخاوة راجلك عيب ولبسي المستور اما بناتها لما يجوا نشوفها بعيني ونسمحها بوذني اللي يأكل ها الدود تنصحهم وتقولهم البسوا حمروا وصبغوا وهنا وليت نكرها هي وشيخي ومرات نكرها راجلي معاهم لانه كانوا يعمروا علي ومرات بدون سبب يجي يضربني من قبل ما كنتش حاسبة او ما كنتش متأكدة باللي هوم اللي هم يحرشوها علي حتى ولي يضربني قدامهم في الكوزينة ولي في الحوش وقع ما يحاموش عليها ما يقولوا له شمانة خليها ولي تكين روح لدارنا غضبانة ومسوتة ولا ضيفة نشكي لما ومقولها اما راني مغبونة اما رهم يضربوني راني عايشة عبدة تقول لي ردي بالك يسمع بوك رح يحاوزك ويرجعك ليهم ابويا كان يسقسيني كان يقول لي كيراكي عايشة معاهم يا بنتي رهم يعاملوك غاية منا منا كنت نقول له ابويا راني عايشة غاية الحمد لله لكن القلب بتاعي كان يبكي من الحقرة والهم لما جبت زوج ابنات وبنت تكبر حماية اللي اصغر من زوجي وهنا عجوزتي خطبت له بنت في عمرها 22 سنة عجوزتي وشيخي كانوا فرحانين بزاف بيها بينما كنت نقول في قلبي مسكينة هذه العروسة شاراهي قارع فيها من هم وميزيرية المهم داروا الهاشونبرا كي دايرة ذاك القشقة الناس نخلعو فيه وذاك العرس كي داير انا قاعدت نقول الحي يديروا لها عرس نطنطان ولا يديروا الهاشونبرا المهم كي جيمسكينة اكيد رح يغبنوها كما غبنوني فات هذك العرس وقعدت نشوف قدامي الظلم لكن الظلم التاعي انا تفكرت قاع واش اصرع لي وقارنت المعاملة تاعي في الماضي والمعاملة تاع الكنة جديدة في الحاضر والله ويقولوا لي انتي ديري كل شي هي صغيرة وما تعرف شو ساع فيها صباح انا نوض على الستة وهي حتى للحداش ومرات حتى للقهوة على الشياء اما راجلها محتر مينه قدامها ويقولوا لها غير كلمة الشابة ومرات يشاوروه كيشغل هو الكبير بينما راجلي كانوا يقزوه قدامي المهم تنوض تتكسل وتخيلوا ما تعرف الطيب والو مرات هكا تدخل الكوزينة تدي لهم بيتزاكاري ولا تدي لهم حميص ولا فريد اومليت يعني يريدك الحاجة الخفيفة وشيخي يقولها الله يبارك ماكلتك ابنينا وعجو سيدك ما نحكي لكمش اللي جوا عندها ضيف تقعد تفتخر بيها شيخي انا ما كانش قاع يقيمني ولا يهدر معايا مي هي يضحك معاها ويزعق معاها معا انه هي برانية ما يعرف لا ابوها لا امها يعني ولدهم بغاها خطبوها لا حصاي واللي تتقول انا البرانية وهي اللي كنا قديمة كيما قلتلكم قبل ما تدخل العروسة عدنا كنتم قول يا مسكينا هذا الكنوي الراهي جاية الراهي جاية للجاحيم ساعة انا كنت غالطة هي جاية للنعيم بعد 8 شهر والله تتوحم وهنا داروني خدمة لها نطيب لها ونقسل لها والماكلة اللي تبغيها اللي بغا على 12 والله الزوج تعليل نطيبها لها ومرات تتسبني هذه الكنة ما كانتش قعمة ربية وتقولهم درقوها عليها كنت صابرة حتى الوحدة المرة سمعت شيخي يقول العجوزتي صاي ما تخليهاش تدخل عليها تخافي تجيب ولد ولا بنت كيفها وهنا تخلت عليهم نبكي ونوكل عليهم في ربي حرام عليكم انا شادرت لكم وهنا شيخي جا ضربني ودمرني قدام ولادي وواللي يسب فيا قدام ولادو ومرتو حتى كنتو رفضت ولادي ورحت لدارنا وحكيت البويا كلش الحق بويا وقف معايا وقاللي علاش ما كنتش تحكيلي من بكري راح ادابز معا صاحبو وتنايفو وبعد شهرين بعثولي ورقة الطلاق واطلقت بعد عام ونص وقعدت في دارنا وبداراج لي كل يوم يحلل في بويا بشير الجعني لكن ما جوش معاه دارهم لابوه لاموه لخوتو ما كانوش قابلين يرجعني اي ابويا قال له ما دام والديك ما همش قابلين مستحيل انخلي بنتي توليلك انت ما كنتش قد المسئولية وما قدرتش تحميها والديك ظلموها وحقروها ودروها خديمة عندهم وعند مرتخوك اي حلل فيه اي حلل فيه ابويا مبغاش وبعد ثلث ايام ارح راجلي جاب الجاه وجاب امام وجاب عم راجلي كبير شي باني كي حشموا ابويا وقاح ابويا شرط عليهم قالهم لابنتي ترجع له لازم يدلها دارها وحدها والحمد لله دالي داري في الكرية وكنت عايشة هانية انا وراجلي ولادي اما والديه كانوا غضبانين عليه ودعوا عليه دعوة الشر لانه ما سمعش كلامهم ورجعني وزيد بالزيادة كريلي برا ما رجعنيش تحت رحمتهم وسيطرتهم قاعدوا منايفينو كيروح ليهم يحاوزوه خاوتو وخواتاتو وابوه وامو كيشغل قاعد غي معايا انا ولادي وصايي وهنا حسبوني انا اللي باعدتو عليهم مالقري انا كنت مرة على مرة ونقولو يا فلان اروح لوالديك اللي بغا يحاوزوك كنت نقولو مهما كان هذوك والديك بوك وامك وخاوتك وخواتاتك ما تنقطعش عليهم كان يقول لله ما نقدرش ودعاوا عليها وراهم يهضروا فيا ويقولوا مرتاح تحكم فيه ومرتاح بعداتها علينا نقول له ما عليش حاول كان كل ما يروح ليهم يحاوزوه وقعدنا على ذاك الحال ساكنين في هذيك الدار تاع الكريا متهنين لبس علينا ولحقت وين جبت خمس ولاد والحمد لله نعمة كبيرة ومعمرين عليها الدار لكن مساكين ما يروحوش عند جدودهم وأصلا ما يعرفوهمش حتى غير والدي الكبير وبنتي الكبيرة اللي يعرفوا جدودهم أصلا زادوا عندهم دي ما يقولوا لي ما عليش ما نروحوش عند جدي وجداتي نقولهم الله نعرف باللي يحاوزوهم ويكسروا بخاطرهم كبرت بنتي الصغيرة اللي هي مروع كما قلت لكم آخر العنقود هكا نعتبروها ولا زاد ربي علش الله والله في عمرها ربع سنين واحد النهار قال لي راجلي القيت ابويا في الصوق وجبت الجاه وجبت الناس وقضبته وقلت له ابويا اسمح لي وقعدت نبكي وحتى هو قعد يبكي معايا وسمح لي وفرح بزيف بزيف كي يشوف بنتي مروع وتاني احكيلي باللي راح لدارهم وطلب بسماح ممو وبوه وتصالحو وقال لي لازم تروحي تطلبي اسمح انا هنا قلت على جال راجلي وعلى جال ولادي وقاع ننسى الماضي وما القريه راح يقعد في قلبي عفست على كرامتي على جال ولادي وراجلي اللي يوقف معايا في يوم من الايام ما خلانيش المهم ارحت ليهم بالجمعة كانوا قاع في الدار خواتاته وخاوته وقاع عارفين باللي كايدا جلسة صلح وغادي قاع روحو تماما دخلت عليهم وطلبت منهم اسماح كالصغير كالكبير قدام راجلي فالحق يشوفوا راجلي قاعدوا قاع فارحو بيا لكن لما خرج راجلي يشرب فلاتي مع اخوه برا وابوه وقاع فالحوش قاعدنا غحنا نساف صالة دار وقاع عليا ولا وقاع ساكتين ومشنفين عليا كيشغل عدوه ولا داخيله راهي قاعدة بيناتهم حتى اللي خرجت رجعت لداري وحكيت الراجلي قال لي بعدا منا صالحتيهم منا درتي عليهم كيشغل بينا بي مستحيل تخرب علاقتي بيهم جديد مالكري مشي انا اللي خربت العلاقة وهو على بالو باش ما يزعفش راجلي واللي تمرى على مرة نروح نطلع لاشيخي وعجوزتي ومرة ندلهم مسمن مرة بغرير كل مرة وكيفاش نقلشهم تخيلوا الحاجة اللي كانت تصدمني زوج سلافاتي كيفاش عايشين السبايغ الصفرة الماقياج الحطة تقول معرسين وحتى البدعيات خواتاتي الكتاف عريانين الصيقان عريانين تقول هاذورا هم عايشين وحدهم والمشكل قدام شيخي وقدام حميتي نورمال وانا بكري كانوا ملبسيني كالعجوزة ما يخلوني نسبغ ما يخلوني المقيمة والو وعجوزتي تفتخر بهم وزيت بالزيادة تقول لي زعمى قدامهم شوفي كنايني الله يبارك متربين وشابين انا هنا زدت كرهتهم كثر وكثر قعدت على ذحك الحال نزورهم غير في المناسبات فقط وليت ما نبغيش نروح غير هاك كي ولي سقصيني راجلي يقول لي علش ما كيش تروحي عندهم علش ما كيش تديلهم الماكلة كمانداري وليت نقول هالح طاي طاي نقول له والديك ما يبغونيش واصلا كي روح عندهم يشنفو عليا ولي يدابزني يقول لي اصلا انت يا كنت السبب انينا نحرم منهم في شعال منعام هل يبغيت عاودين واللي منعيفهم هل يبغيتهم يدعو عليا ولو يكثروا المشاكل بيناتنا غير على جال شيخي وعجوستي سيرتو شيخي كان يحرشه عليا ويقول له مرتك رهي بغية تحكم فيك وكان مرة على مرة يقول لي نرجعوا نسكنوا عندهم في الفيرما نقول له مستحيل على بيها شيخي حقد عليا كثيروا المشاكل بيني وبين الراجلي على جالبهم ومحكيمة قلت لكم مالقريب عاد علينا المهم واحدة نهار روحت عندهم للدار سمعت شيخي يقول الراجلي يقول له مرتك تحكم فيك روحت انا دينك تدخلت عليه وقلت له انت مرتك تحكم فيك وتسيرك كما تبغي مشي انا وزدت عليها كلمات واخد اخرين هنا راجلي ضربني وحاوزني لدارنا كي روحت لدارنا قلت له مستحيل اني نرجع شهرين وهو يحلل في بويه وخاوتي وهنا بويه قال لي يا ابنتي لارة كي بغية ترجعي لدارك غير يرجعي وأكيد رجعت بشروط ما نروح لدارهم ما يجوا عندي راني عاقلة كنا في نص رمضان وينه رمضان رمضان هذا اللي فات 2022 رجعت لداري ورجعت المياه الى مجاريها كما يقولوا الحمد لله تأكدت باللي راجلي يبغيني ومستحيل يسمح فيها انا قلت ندير خاص لشابة علش ما نعرضهم شقاح ونطلب منهم السماح ونعود نولي معاهم عادي وننسى قاع الماضي قلت الراجلي وعجباته الفكرة وفرح بزاف بزاف قبل ليلة 27 بيومين قاعدت نقشر ونطحن ونعجن ونعصر غيبة لديهم أشهر المأكولات ولحقت هذه الليلة ودرت لهم فطور شباب وكبرت بهم تخيلوا بعد الفطور كانوا قاعدين في الصالة شيخي وكنين وعجوستي وولادهم وحتى راجلي معاهم سمعت شيخي وعجوستي حكم الراجلي قدام قاع اللي في الصالة ويقولوا له ولادك ماشي مربيين لازم تربيهم وما تخليش مرتك هي اللي تربيهم وانا كنت رفد السنية تعالتاي والبقلاوة وقلب اللوز دخلت عليهم على غفلة وقلت لها علش ولادي ماشي مربيين وعلش مربيهم انا الحمد لله انا مربي من اللي جيت عندكم عروسة وحقرتوني ومن كثرة اللي كان قلبي محرحر من جهتهم بسباب الظلم اللي تعرضت لي في الماضي كانوا يحقروني ذلوني عايروني ديرينيبونيش وزيد بالزيادة كي جابوا الكنين ويعاملوهم احسن مني وزادوا كرهوني وحاولوا انهم يطلقوني شعال من مرة مغاضهم ولدهم مغاضهم ولادي لقد قلت لهم دائما كنت نحاول نكسبهم يعني للطرف قلت نفرغ هاشا قدرتوا ليها منا وطايحة في الارض بشيت وجهي بشيت شعري ولادي مساكين كانوا مخلوعين قلت لهم اليوم سوف نتصالحوا مع جدكم وجدتكم ويقولوا هم يجوا عندنا ونحن نروحوا عندهم كما مضاري عجوزتي شافت في شيخي وفي راجلي وقعدت تشوف فيها قلت لي كنت عارفة باللي راكي عردتنا بشي تديرينا كما هكا انتي ما فيكش الخير انتي سميها من بكريحة قدرت علينا وتكرهينا ومنا ومنا شيخي ثاني يقعد يقعد عائر فيها وبغير يضربني كما مظاري راجلي وقف قدامه قال له صايبويا ما تحقروا هاش مسكينة عندك ورها مريضة ورها عندها الأعصاب وقع خلوها وانا قعدت غين عائر غين عائر غين عائر ما قديتش خدش حقروني شيخي قعد يشوف في راجلي وقال له شوف اذا ما طلقتهاش في هاد اللحظة ما راك ولدي ما راني بوك لا نا ولا اموك ولا حتى خوتك ما نعودوش نحلو عليك الباب وما نعودوش نشوفوك وندعو عليك دايما بدعوة الشر راجليك على باله وقال له وكان يطلقني المرة الثالثة صاي قاعي للشرع يسمح مستحيل انا نرجع ليه وكما تعرفوه وكما حكيت لكم راجلي الحمدلله يبغيني وعارفني بللي انا انسانة مولاد خير حتى راسهو مبغاش خرجوا وقع لي مدارو اراحو ولا راجلي كل مرة يروح ليهم حتى يلحق نهار العيد ثلث ايام مسكين وهو يحلل فيهم ومبغاش قاع يسامحوه نهار العيد حاوزوه قدام قاع الناس كيجا هذك النهار غاضني نهار كامل وهو يبكي قال لي مستحيل يسامحوني قلت له شي كنت بغي تدير زعمه اذا رك بغي يطلقني وتسمح فيي وفي ولادك باش ترضي والديك الله يسهل انا حدين روح لدارنا وصاي قال لي لا لا طاعة لمخلوق في معصيات الخالق حتى ولو كانوا والدية مستحيل نسمح فيك وقعدنا على ذاك الحال مرة على مرة نتناشعو يقول لي والدي يراهم مني يفيني منا منا حتى لي الحق العيد الكبير قال لي راجلي لازم نعود ونروحوا عندهم ونطلبوا منهم السماح ورحنا اديت ولادي الخمسة ورحت هنا وراجلي من عند الباب جاء شيخي وعجوستي وقعدوا يطردوا فينا شيخي بالمطرق هاكا يدير قالنا اللي يدخل لي يقرب رح نصرعه عود نرجعنا للدار وكيف كيف راجلي قاعد يبكي قاعد نصبر فيه قلت له ما تخافش والديك محال يفرطوا فيك وراهم جايين اللي يتصالحوا وتعودوا وترجعوا كما كنتوا واكيد نو وعدك عمري او لا رح نحلف امي حتى ولو كان يحقروني ولا يظلموني والصدمة واشصرة بعد العيد الكبير بخمسة عشر يوم واحد النهار احنا راقدين عادي مع الفجر نسمع واحد يطبطب علينا شكون والد عم راجلي قالوا ابوك الله يرحمه رح في سيمانه مريض والله غالب مات ملحقش حتى بش يدوه للصبيطار راجلي طح في الارض وقعد يبكي كنا في غبينا كحلة ورحت انا ولادي الخمسة وراجلي كي وصلنا عند الباب تخيلوا باللي قاع الناس قاعدوا يشوفوا فينا كيشغول دائرين جريمة كيشغول حنقتنا اخواته وخاوته ومو قاعدوا يقولوا لها عليها جيت وعليها جبتها راكد دايد اوت الشر هو يبكي وهو ما يبكو وما تأمنوش عقلكم شاصرا فيه في هذيك الليلة صالح مع امه واخواتاته ويعني شوية اهدات هذيك الجمرة بس صح منساش بلي بوه قال له ما نيس سامح لك ومنهار اللي مات بوه منهار اللي رجعنا للدار وكل يوم ندابزو كل يوم في خلاف ودايما يفكرني ويقول لي بسبب كنتي بوه مات وما كانش راضي عليها وتهدمت العلاقة الزوجية تاعنا مولي ناشكي مام داري تخيلوا بلي يأكلوا معايا في طابلة واحدة اهنا ولاده بالصح ما يشوف فيها ما يهدر معايا موالو يضحك مع ولاده ويشري لهم يديهم يحوسوا لكن انا تقدروا تقولوا مجرد مراسكنا معاه في الداروساي مرة تروا عنده ونقول لي لماذا تديلي كما هكا راك نادم اني ما طلقتنيش راك نادم اني ما سمحتش فيها يسكت قاع ما يهدرش معايا اما عجوزتي راني نروع عندها ونديلها ولادي تهدر معايا بالصح ما الشي كما نقولوا هدرت عم حبة كما كنينها وقاع قي تهدر معايا باش ولدها ما يغيضهش الحال وتاني دايما تحاول تخرجوا من هذيك الحالة النفسية اللي فيها تقولوا راني راضي يعليكو حتى بوك ما ماتش زعفان نهاية الحكايات هلو في رواحة